اشتركوا في القناة المتسبعين ولمشاهدين الكرام وخاصة بدولة المغرب لان تواصلت مع اخوان وكذلك هم من صراحة ارسلوا لي هذه الرسائل فهناك اخوات بالنسبة ل 2021 او كرير بالنسبة لبلد المغرب فبالنسبة ل 2021 الفائزون والفائزين والفائزات الذين هم مقابلون لاجراء المقابلة يعني كما يعرف الجميع انهم مقابلون على اجراء الفحص الطبي وهناك يعني دكتور وبالاخص دكتور جناح يعني سوف امرر هذه الرسالة التي يعني قالها لسيدة يعني قامت بارسال ايميل لدكتور جناح وبالتالي يعني اتصل بها وقال لها بالحرف يعني ان ترسلي هذه الرسالة لجميع الفائزين اللا يرسلوا ايميلات للدكتور جناح وان لا يعني يتصلوا مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا به لان عليه وحدات كبير كبير جدا فالمرجو منكم وانا كذلك اطلبها منكم يعني من قام بمرسالة الدكتور جناح على الايميل يكفي مرة واحدة فهو سوف يتصل وهو يعمل يعني برنامج ويعمل واحد البلانيك واحد البروغرام ويعني كاتباته يعملون يعني بجهد لكي يتم يعني منادات على جميع الذين هم فائزون والذين هم يعني مقبلون على اجراء الفحص الطبي يعني هذه رسالة يعني وعدتوا ان الاخوان والاخوات الذين هم بعثوا لي بهذه الرسالة ان اعمل يعني فيديو قل طلبوا مني تمرير تمرير هذه الرسالة للاخوان والاخوات المقبلون على اجتياز الفحص عند الدكتور جناح اما بالنسبة للدكاترة الاخرين فعلى حد علمي انهم يعني المرجو الاتصال بهم لو يعني كانت هناك اجابة سوف يجيبونكم ويعطينكم يعني الموعد في القريبي العاجل ومن لم تعذر عليه يعني الحصول على الفحص الطبي ولازل معه الوقت يعني حبدا لو يعني كما ما فعل البعض اليوم يعني تاني من هذا الشهر يعني قاموا باجراء المقابلة وسوف يجرون الفحص الطبي ان شاء الله في الايام المقبلة كان هناك اشخاص يعني غالبا غدا او بعد غد وغالبا يعني الاسبوع المقبل فلا دعي لذلك فالمرجو يعني تفهم هذه الوضعية فهناك اكتداد هناك واحد ضغط يعني الطاقة السعابية معها الظروف يعني التي يمر بها العالم المرجو تفهم هذا الامر رجاء فهو على حد قوله وعلى حد قول السيدة انه اذا كان هناك ضغط على يعني عليه بشكل كثير سواء على ايميلاته او على يعني المكتبه فسوف يضطر الى ان يعني كما نقول يوقف او يوقف يعني ملفات القرعة الامريكية فرجاء لا احد ولا انا شخصيا لا احب ولا يعني امدح هذا الشيء نهائيا فالمرجو تفهم هذا هذا المساج وهذه الرسالة هذه من جهة من جهة من جهة تانية اه اريد ان اهنئ جميع الفائزين لا سواء في المغرب او في الدول الاخرى الذين اجتازوا المقابلة واجتازوها بنجاح والحمد لله يعني اه كانت فيزا مقبولة فهنا كان سؤال يعني ما تروح الكل يعني دخل على الموقع ليعرف موضعه وهناك العديد من يعني رأى موضعه انه يعني في ذاك ستاتوي انه اجراء اداري او او ما يسمى بروسيسين ادمينيستراتيب او ادمينيستراتيب بروسيسين ف كما قلت في فيديوهات سابقة ونكررها مرة اخرى من يعني على حد قول اه ضابط الهجرة ماذا قال لك داخل القنصرية اذا قال لك ضابط الهجرة داخل القنصرية فيزا مقبولة فلا يعني يحرج عليك ولا تخاف من ذلك الاجراء الاداري الذي هو في موضع يعني التتبع الملفديالك اما اذا قال لك فيزا مرفوضة فهي فيزا مرفوضة سوف تجد يعني فيزا مرفوضة في اه موقع تتبع الملفديالك واذا قال لك اجراء اداري فهو إجراء إذاري إذن دائما تتبع ما قال لك ضابط الهجرة داخل القنصلية أما بالنسبة للأشخاص الذين يعني اجتازوا المقابلة ولم يجازوا الفحص التبي فهذا يعني شيء طبيعي أنهم سيجدون إجراء إذاري لأن ملفهم لا زال غير كاملا وقلتها في فيديوهات كذلك سابقة الإجراء الإذاري يعطى لمن ملفه غير كامل ألا وهو يعني ملف الطبي لم يعني يجرى بعض هناك وثيقة يعني لم يعني يستحب شخص معه الوثيقة من بين وثائق المطلوبة هناك يعني كذب في المعلومات هناك شك هناك يعني بزاف ذي المعلومات هو ما يجعل ضابط الهجرة ويعطيك إجراء إذاري لكي يتأكدوا ولكي يعني يتحققوا من الأمر ولمن يعني لم يتبت يعني صحة المعلومات جيدا فلا بد لهم من إجراء إذاري رأيت ما يتحققون من هذا الأمر إذن هذه واحدة مسألة باش نكونوا فيها واضحين للناس اللي في المغرب اللي دوزوا المقابلة ما يخلعكو مش دك الإجراء الإذاري غادي تبدل لكم تشيرتو خاصة الناس اللي قال لهم فيها مقبولة غا دوز نهار ولا يومين غا تلقوها الريدي وتقدر عو تنية ترجع إجراء إذاري ومن بعد غا ترجع إشيد إن شاء الله وهدو كل ما زال ما دوزوا لفحص طيبي غير غا دوزوا لفحص طيبي ولا خاصة تقوم بشي شهادة ولا ما جبتوها شو قال لكم جي بها لنا غا تمشي وتزيدوها مع ذاك الميل في الطيب فلا تخافوا ولا تحزنوا ولا يعني تقلقوا لهذا الأمر بإذن الله غانب قديمة في 2021 لأن هذه النقطة اللي كنقول لراجاء أمتبه لهم زيان لأنه مفيدة ومهمة جدا إلا لاحظة الأغلبية أنا بعد شخصيا الإخوان اللي تصلوا بي وصفتوا لي في الميسانجر فعندي الأوضيوات ديها لهم يعني سوف يعني أعمل حلقة وإن شاء الله نقدر نمرر الأوضيوهات باش تسمعوا بودنكم يعني أنا أنتظر فقط أن أخذ منهم يعني البرميشن الإذن لكي أمرر يعني الأوضيوهات ديرهم ما كانت شي مشكل كما جرت العادة دائما في قناة كمال كمال الحمد لله يعني نعطي يعني دليل قاطع ويعني بالصوت والهمالة مرة جاي إن شاء الله نديروا صوت وصورة فقلت تواصلت مع أشخاص أن أغلب الأسئلة كانت مرتكزة شيئا ما على ديبروم على المستضيف الذي هو يعني أعطاك العنوان وسوف يستضيفك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية إذن في هذه النقطة بالذات أريد أن أقول لكم رجاءا من يعرف من له شخص من العائلة يعني يعرفه حق المعرفة فهذا جيد يعني يعرف ما هي الأسئلة التي تطرح أين تعرف هذا الشخص ما هو صيلتك يعني القرابة صيلة القرابة التي يعني بينك وبين هذا الشخص هل هو أخوك عموك خالوك نسيبك أو إلى غير ذلك ماذا يشتغل هذا الشخص هل يؤدي الدرائب هل زرته هل تعرفه هل رأيته مسبقا هل هو يعني مستقر لديه منزل أو لديه يعني شقة كم يعني متى ذهب إلى أمريكا كيف ذهب إلى أمريكا لان هذه الأسئلة كلها كل واحد حسبها يعني ما يطرحوا عليا آآ أنا كان أعطيكو يعني جملة من الأسئلة وانتم حاولوا يعني من التواصل دركم مع ذلك الشخص حاولوا تاخذوا منه المعلومات الكافية وهنا غير نركز على الناس اللى ما كيعرفوش ذلك الشخص المصصطبي مثلا عرفوغ غيرا عن طارق شي صادق عرفوغ عن طريق الفيسبوك عن طريق الانستجرام عن طريق يогодبن هذا الشخص بغير veut يعني ما كيعرفوش شخصيا ماذا هو ذك يقدر يسولك يقولك يا ركوشي تيها تقول له لا تشتوش تقول له اشتوف الفيسبوك اشتوف الانستاغرام شتو دير واحد فلوغ او شتو دير واحد الحاجة اذا افهم الاخوان اكثر من هاتش تطلبو الوثائق هاتشخصي انتي تتعرفو او لا يعني عندك علاقة معه اقول الله يجازيك باخرار انك نحتاج واحد الاغنين كارت او الباسبور واتيقارس مياه يعني ذي الهوية ديالك راك يطلبوها انه هي لك الدعم والدوسي ديالك وكثر من هذا أنه ذاك المستضيف يعني ما يقون منه هو ثقة أنه فعلاً غادي يستضف لأنه علاش راني قلت لكم هناك أشخاص يعني طاحوا في مشكلة ديال أنه خدوا فيزا الحمد لله وبغوا يقطعوا بي باش يجيوا لأمريكا كيتصلوا بذاك الشخص المستضيف وإذا بهم كاللي يطفع عليه التليفون كاللي قال لي حقا أنا رحلته وكدا وكدا راما ما هنبقاش في ذاك العنوان وكدا كاللي قال لي فرون شمو يعني سير دبر على رأسك أنا لم يمكن ليس نستضفك كين 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 إلى آخره فهنا هاد الأمور أنا كان وضحكا لكم يعني الناس اللي مقبلنا غايدوزوا باش تعرفوا شنو غادروا يعني ما تستضموش يعني ولا تفاجأوا من هنا تأخذوا الفيزا إن شاء الله وغادلقوا شي حواج التي لا يحمدوا عقبها كما نقول هادو من جهة يعني لحت أن في هاد المقابلات اللي دازو مؤخرا يعني كيركزوا شوية على الضامن تاني حاجة بالنسبة الناس اللي عاد جوجو يعني إما جوجو يعني قبل ما تبنى نتجا دي القرعة أو لا تبنى نتجا دي القرعة عاد الجوجو فهذا الناس يعني عندي حالات يعني تواصلت معهم راشدو فيهم زيان وكنت قلتها فيديوهات سابقة الناس اللي جوجو مور القرعة والله بالأخص اللي كيشدو فيهم زيان يعني يبحثون معهم جيدا ويتحققون ويحققون معهم جيدا يعني الإنسان اللي تجوج من القرعاء الأسئلة هما يعني متى عرفت هذه السيدة متى يعني تعرفتم متى حصلت على البكالورية متى حصل على البكالورية كم عدد يعني كم عدد الزنفتي يعني الحضور كم عدد الحضور في يوم الزفاف هل عملتم زفاف اشرح للطريقة التي تعرفت على هذه السيدة أو العكس هل تسكن معك في البيت أم لا كم عمرها عندما تعرفت عليها هل تعرف أهلها كم عدد يعني كما نقول كم عدد لبسات التي قامت بلبسها يوم زفافيها يعني أسئلة حارجة وراك يشدكم فيها النسل الجوج ومور القرعاء حذروا راسكم وحذروا راسكم وحذروا راسكم وحذروا راسكم يعني أنا أوصي وأوصي ولكم واسع النظر وهناك أشخاص يعني الجوجوا قبل القرعاء ومع ذلك تهموا وتنسوا لهم وكما تعرفت على هذه السيدة فين تعرفت على هذه السيدة ماذا كانت عمر هذه السيدة وكذلك العكس يعني كان أعطينا في صحة 100 الجوج وفي الأمراء كيسولوها على السيد إلها جسل هي القرعة كيف أشعرفت على هذه السيد فين وإمتى وفوق شدرت العرس وش كإصدار أهل دياله ووش فعرفو الأهل ديالوا ووش علاوة ديال وكيعرفون الأهل ديالكم ووش سكنة معاه في الدار و suction وخدام ووش مخدامش واش يعني أسئلة إذا كان بهاد الناس اللي كانوا داروا عنوان مختلفين عاكيش دفهم أعلاج انتم مجهوجين درتوا عنوان مختلف إذن هنا فهمتيني أنا كان حط لكم الصورة وكان نعطيكم الأسئلة وانتم يعني كل واحد والحالة دياله يعني ما قدش نضبط أنا نعطي غير حالة وحدة ونعممها على كل شي لا يمكن لأن كل واحد وحالته أنا غير كان أعطيكم الأمثلة ديال الأسئلة انتلاقان بالحمد لله من التواصل ديالإخوان اللي هضرت معهم وانا قلت لكم عندي الأوديوهات وعندي ما يفيد يعني كانت سنة غير البرميشن يعطيوا لي الأوكي أنها نقدر ندوز الأوديوهات ديالهم في القناة ما عندي تشي مشكل أنا رهنا الإشارة ولكن أنا كنقول لها لكم يعني بحكم تجريبة وهالشيرة معروف مش حال هذي يعني ديجة كنعرفوا هذ المسائل هذو فيعني هذا الفيديو نتمنى يكون مفيد كذلك للجميع وهنا غنهتر عودتاني على نقطة أحدة أخرى واخرى كنت بغي صراحة نخص لها فيديو ولكن بعجالة بالنسبة الـ ديفي 22 بالنسبة الـ ديفي 22 تواصلت معي إخوان عندهم أرقام صغيرة أرقام صغيرة ولكن ليس لهم شهادة الباكالورية لديهم ديبلوم لديهم ديبلوم يعني ديبلوم يعني ديبلوم في أي مجال فهنا فاش دخلت على الموقع فعلا الرسمي كنقلب فعلا واش ممكن ديال الحالة ديال ديبلوم هي ممكن ممكن يمشي الواحد بالقرعة وخاما عندهش الباكالورية ولكن عنده يكون عنده ديبلوم ويكون عنده خبرة فوق عامين خبرة فوق سنتين ديال الخبرة أو الججربة ديال العمل غير هما ديبلوم اللي أدخل إلى أنا أنا أحط لكم يعني 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 ودخلوا للموقع باش تعرفوا اللي ديبلوم اللي هما مسبوح بهم تمشي ماشي أي ديبلوم عندك ديبلوم مثلا عندك ديبلوم مثلا عندك سلوبك تقولك رغمشي به ربما تمشي به ربما لا أنا ما طلعت على شنو هما اللي ديبلوم نظرا اللي ضيق الوقت وما عنديش لوقت بش مقان بحيات ونشوف ونشوف ولكن كلهم أعطوا ديبلوم مثلا ديال المهندس أو ديال الهندس زعماء أو ديال البيناء يعني الارشيتيكت الارشيتيكت أو الطوبوغرافي أو شي حاجة هكا هذو يعني ديبلومات معترف بهم وممكن لديك الخبرة أكثر والتجربة عندك أكثر من سنتين فيمكن لك أن تسافر ويمكن لك أن تقوم ب يعني أن تكون فائز بتأشيرات المرور إلى المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عفوا بدون يعني حصولك على البكالورية هذا ولكن غدا أعيدكم أنني أعيدكم أنني سأخصص حلقة خاصة بهذه الناس هذو اللي عندهم ديبلوم وما عندهمش البكالورية والحسن حظهم أنهم تصلوا نجحوا في القرعة والأرقام ديالهم صغيرة جدا وبالتالي أرقامهم طالعة قاع في النشرة وكان شي وحدين ما زال ما طلعت شراء قام ديرهم في النشرة فسؤلوني صراحة شنو غنديروا في هذه الحالة فأعيدكم أنني غندير فيديو مزيان لأنني تنبحت مزيان على هاتشي باش نعطيكم ما يفيد ونفيدكم باش تمشيوا يعني الصورة واضحة علاش لأن إخوان يعني صراحة يعني يسألون هنا وهنا والحمد لله كيندي يوتيوبر بزاف كين مواقع كين مجموعات وكيسمعوا بزاف الهدراشي كيقول لي وما عندكش الباكالوريا رغير غات خسر فلوسك رغير غات مشي ما غيرتوك فيزا مرفوضة راه كدام يعني كيحطموا الإنسان بدلا فهم هذا وواحد كيقول لي لا غيكمل مشيهم الفلوس راه إن شاء الله ربما يكون عندك حد وكدام إلى غير ذلك فهنا كل لديه يعني رأيه الشخصي فخصنا تأكدوا فعلا أنه كين حالات اللي الحمد لله تسرد لهم الأمور ومشوها عن طريق الدبلوم أنا صراحة شخصيا لا أعرف أحدا يعني ذهب عن طريق القرآن الأمريكية بدون شهادة الباكالوريا شخصيا لا أعرف أحدا يعني هذ الأعوام 2021-2022 لكين حالات يعني ننتظر واحد الحالة كانت في 2021 صراحة مع توش دوز لمقابلة ولا لا انقطع معي مع هالتصال لم يتواصل معي ولم أتذكر ما اسمه نظرا لكثرة الأصدقاء والمتتبعين فما عرفش هذا الشخص هذا صراحة شنو دار ربما إذا كان غاي سمع الفيديو ديالي ويرسلني باش نعرفه الحالة دياله فعلا لأنه كان هو مقبل على اجتياس المقابلة من ديفي 2021 فأنتمنى أنه إذا كان كين يسمع هذا الفيديو يتواصل معي باش نعرفه الحالة دياله فعلا واش قبلوا للفيزا ولا أعطوا للفيزا مرفوضة لأنه كان حصل على ديبلوم وما حصلش على شهادة الباكالورية فأنتمنى إن شاء الله تكون هاد يكون هاد الفيديو هاد مفيد للجميع وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنتطرق إلى هاد الموضوع وهو موضوع ديال إجراء المقابلات عن طريق قرعة الأمريكية أو إلى غير ذلك فإلى هنا أستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته